البداية من فرنسا ومع فريق مونبلي الذي واصل سلسلة عرضه السلبية بعد تعثره على ملعب مضيفه ليل بثنائية نظيفة وبحضور الدوليين الجزائريين رياض بودبوز ورامي بن سبعين من جانب مونبلي بودبوز ضيع ضربة جزاء وفشل في قص شريط التهديف الخاص به مع مونبلي بينما اكتفى بن سبعين بثلاث وستين دقيقة خابت مع خيبة فريقه الذي تجمد رصيده في المركز الثامن عشر بأربع نقاط في فرنسا دائما تمكن الوافد الجديد للمنتخب الوطني مهدي جيانين رفقة ناديه كلير مونفوت من تحقيق فوز على حساب مضيف بورغ بريونا بثلاثة اهداف الهدفين الوافد الجديد للخضر تلقى هدفين في هذه المباراة لكن الفوز سمح لفريقه من الصعود للمركز الرابع برصيد ستة عشر نقطة وهو ما يفتح باب المنافسة الشديدة حول تأشيرة الصعود صوب دور الاضواء هناك في الليك ا من فرنسا الى تركيا ومع عودة مدافع الخضر كارل مجاني الى الواجهة مع فريقه ترابسون سبور التركي حيث تمكن مدافع الخضر من تسجيل هدف لفريقه في غاية الروعة امام الضيف قونيا سبور برسم سابع جولة من الدور التركي حيث تمكن مجاني من فتح تعداد التهديفي بتعديل النتيجة لفريقه